قرار مجلس الوزراء تخويل وزير التربية بتهيئة الظروف المناسبة والتوصل إلى حلول ناجعة لتأدية عام دراسي ناجح يأتي في ظل تأكيدات الوزارة وضع خطة واضحة ومدروسة لإجراء الامتحانات من خلال لجنة هيئة الرأي وخبراء في مجال التربية والتعليم وسط مراعاة الظروف الاستثنائية المتمثلة بوباء كورونا العام الدراسي 2021 سوف نتجاوزه بالشكل الأصولي وحقيقة المعمول به أمس صدر حقيقة توجيه وتخويل من رعاست الوزراء الموقرة بتخويل عام لوزارة التربية المتمثلة بمعالي الوزير بأن حقيقة يضع خطة واضحة وخطة مدروسة لإجراء الامتحانات الخطة بإذن الله مدروسة وهيئة الرأي سوف تقرر خلال هذين اليومين وتضع خطة لإجراء الامتحانات بالشكل الأصولي والشكل المخطط لها من خلال هيئة رأي وخبراء وزارة التربية بإذن الله وزارة الصحة طالبت القائمين على التعليم بضرورة أن تكون عملية إجراء الامتحانات من خلال الالتزام بتعليمات الوزارة بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي إن كان لابد من إجراء الامتحانات حضوريا لبعض الدراسات أي تجمع إذا كان لابد منه إحنا بالأصل نفضل أنه أي معاملة وإجراء أي امتحان أنه يكون عن بعد يكون من خلال الانترنت أو أي وسيلة تواصل أخرى لكن إذا كان لابد منه من أي تجمع أنه يكون وفق المعايير الصحية وهو أن يكون العدد محدود ضمن وحدة المساحة ولبس الكمامات تزايد الإصابات بوباء كورونا دفع وزارة التربية إلى تأجيل امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2021 وسط ترجحات بأن يتم اعتماد النظام الألكتروني لما تبقى من العام الدراسي في أغلب المراحل الدراسية من بغداد حسام التميمي العراقية الإخبارية ترجمة نانسي قنقر